السلام عليكم متابعي قناة طب تنعرب نعمل أنكم بخير وأنكم مساعدون لحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة مرحبا بكم مهما اختلفت المناطق والثقافات فأغلبية البشر يتخذون حرصهم وحذرهم ليلا أكثر مما يقومون به نهارا وهذا مر طبيعي أخذنا بعين الاعتبار انتشار أسوأ أنواع الناس في الأزيق والشوارع ليلا نهيك عن عدم اكتظاف أغلبية الأماكن بالبشر ومهما اختلفت الأسباب إلا أن الليلة يبقى من الأوقات التي تنتشر فيها أغرب وأكثر الأمور ودائما ما تكون لها علاقة بالقصص والخرافات والمخلوقات الخيالية ولهذا اخترنا لكم في هذا الفيديو أكثر الأمور المخيفة والغامضة التي تم العثور عليها وتصويرها ليلا فابقوا معنا شبيه التليطابيس إن كنت من جيل تسينيات وأواخر ثمانينيات فلابد بأنكم قد شاهدتم برنامج التليطابيس في طفولتكم لكن المقطع الذي نحن بصدر التحدث عنه تم تدوله بكثرة في الأشهر الأخيرة بالدول الغربية تحت عنوان رجل التليطابيس الغامض والأكثر غرابة ربما هو تعدد الفيديوهات التي ظهر فيها هذا الرجل الذي يقوم بالدخول للمنازل ليلا والتوجه نحو أبوابها بحيث قامت كاميرات المراقبة بتسجيل الأمور الغريبة التي يقوم بها بحيث أن أكثر ما يميز هذا الرجل هو ارتداءه لتلفاز على رأسه وحمل التلفاز القديم آخر بين يديه يتركه مما الباب ثم يقوم بتقديم التحية للمنزل أو كاميرا الجرس ليبتعد بمطء مثل ما جاء تماما وعادة ما يقوم الناس الذين تعرضوا لتصرفات هذا الرجل الغامضة بإحلام رجال الشرطة ليقوموا بمصادرة أجهزة التلفاز القديمة التي يتركه هذا الرجل الذي أصبح ذائع الصيت بين من يراه شخصا مختلفا ومثير للخوف ومن يرى على أنه رجل مرح ويقوم بعمال خير وتصرفات اجتماعية جيدة وبالطبع قد نتفق جميعا مع النظرية الأخيرة إذ يمكن القول أن هذا رجل التلفاز غير خطر مقارنة بصورة الرجل الذي يضع قناع الهوكي على رأسه ويجلس لعدة دقائق بنفس الوضعية أمام أبواب المنازل لبرها الذي نال شهرة واسعة بعد انتشار صوره وخاصة هذه الصورة التي تبدو كما لو أنها مأخوذة من فيلم رعب وخوف هوليودي التطهير أربما سبق وشاهدتم فيلم التطهير أو كما يعرف باسم The Birch ولمن لا يعرف قصة الفيلم ولم يشاهدها من قبل فهو يتحدث عن الولايات المتحدة في المستقبل القريب التي ستعمد لتنظيم احتفال أو عيد سنوي يتم خلاله السماح باستعمال العنف وكل أنواع الأسلحة ليقوم الناس بتطهير بعضهم وتحرب فيما بينهم طيلة ذلك اليوم لدرجة أن غلبية الناس سينتظرون قدوم ذلك اليوم لإطلاق العنان الجنونهم ووحشيتهم ضد بعضهم البعض إذ وبينما تصبح كل الجرائم مسموح بها طيلة 12 ساعة يقوم آخر بكل ما في استطاعاتهم من نجاة بحياتهم في نفس الوقت وهل أي لا يهم مناقزة الفيلم أكثر من اهتمامنا بهذا المقطع الذي يظهر فيه شخص يرتدي أقنع مماثل لما يرتديه أحد شخصية الفيلم الشريرها بحيث وكما يظهر على تسجيل كاميرا مراقبة جرس الباب تقدم الرجل ببطء نحو المنزل ثم تلفث حوله لمعرفة إن كان مراقبا أم لا ليقترب إلى الباب ويتفقد النوافذ لمعرفة إن كان أي أحد هناك لكن ولسمى من ما التعد الرجل بعد مرور دقائق فقط مربما لأنه لم يجد منفذ الاقتحام المنزل والدخول إليه خلصة أو لأنه كان في مهمة مراقبة فقط لكن الحقيقة هي أن رؤية المرأة لشيء ممثل ستجعله قلقا متوترا وهذا بالطبط ما حدث لملك المنزل الذي قام بنشر المقطع وقدمه لرجال الشرطة أيضا الذين تمكروا من القبض على الشخص انطلاقا من الوجب على ذرعاه المتطفل المقنع ومجددا مع أحد المتطفلين لملكية الآخرين وبالطبع يرتدي هذا الرجل قناعا على وجهه أيضا وسواء كان متأثرا بأحد الشخصية من الأفلام أم لا إلا أنه يتميز عن الشخصين السابقين في الحلقة بكونه تطفل على المنزل خلال عدة ليال حول فيها أن يقتحم المنزل ويفتح حبابه بطرق عديدة ومعد مشاهدة مالك المنزل لتسجيل الكاميرا مرات عديدة قام بتصرف السليم عبر الاتصال بالشرطة التي تمكنت من القبض على الجاني بعد مرور عدة مرات لتصرفاته المثير للريبة وخاصة لأنه يغادل المكان بسرعة فهو تأكده من أن دخوله بالمنزل لن يتم إلا عبر تكسير الباب أو إحدى النواف المتخلي عن طفلها في تسجيل كاميرا المراقبة هذا ستقوم إمرأة القدوم للمنزل بينما تجور طفلها من يده وتحمل بعض أغراضه الخاصة لتقوم بعد بلوغ الباب بتغطي الجرس والحروم تاركة الطفل لوحده هنا وبالطبع كان أغلبية ليتفجأ لدى العثور على طفل أمام منزلهم غير أنه بفضل كاميرا مراقبة الجرس تمكن الرجل من الاتصال بالشرطة وتقديم التسجيل كدليل وقد صرحت هذه الأخيرة على أن الأم قد تكون ويدة الطفل لكنها بعد إلقاء القبض عليها أنكرت ما نسب إليها رغم وجود دليل قاط على ذلك وصرحت بأن الطفل عدل عمتها في الواقع والتي أخبرت بأن ملك المنزل وعطت العنوان والتعليمات التي نفذتها بالحرف ولهذا ألقت اللوم على عمتها بينما لازلت الشرطة تحقيق في العمر لمعرفة إن كانت إدعاءات الشاب حقيقية أم لا متطفل آخر على عكس المقاطع السابق نجح هذا المتطفل في الدخول للمنزل الذي يتوجد في ولاية شيكاغو الذي نشر مالكه هذا المقطع عام 2016 للإنترنت لكن الأكثر إخافة في الواقع هو واقتحامه للمنزل وأصحابه نائمون بل واستمتعه بوقتي هناك كما لو أن المنزل يخصه إذ ننزل من الطابق العلوي عبر التزلج في القادر كما يظهر التسجيل الأغرب هو أن الكلبين لم يستيقظ أو ينبح لدى دخوله رغم كونهما مدربان جيدة على الحراسة ورغم أن المتطفل دخل المنزل وتصرف كما يحل له خلال النوم مالك المنزل وزوجته إلا أنه لم يسرق أي شيء بسثناء حقيبة يدوية للزوجة كما العديد من مالكي المنازل في المنطقة صرحوا بدخول شخص مشابه لمنازلهم وصريقة غرض واحد فقط أكسبه لقب المتطفل الشبح والذي لم تنجح الشرطة في إلقاء القبض عليه بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر